مرحباً واضحاً أنا اسمي أميرة عصام باسيوني بشتغل في مجمع خدمة صناعة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقال البحري وشتغل أول مدربة خراطة من ست سنين بالضبط وأنا شغالة في مجال التدريب ده والحمد لله يعني إحساسي أول يوم دخلت الورشة كان يعني بصي مكذبش عليكي أنا مكنتش خايفة بس كنت تحسة أن أنا دخلت حدي كبير وكمان باتمنى أن مش عشان أنت بنت تتكسلي أو تخاف أن أنت تدخلي أي مجال أو أي مهنة لا بالعكس أنت لو بتحلمي بحاجة أو نفسك تكوني بحاجة كملي في الحلم بتاعك وخليك مستمرة فيه وعرف إن أنت طالما عملت اللي عليك إن ربنا هيوفقك ما تكسليش خالص أو تخافي من نظرة المجتمع أو نظرة الناس لا كملي وخليكي مستمرة حلمك وإن شاء الله ربنا هيكرمك وهتحقق اللي أنت عايزة موسيقى دخلت مصابقات كتير من ضمنهم مصابقات شباب مصر للمهارات دي بتعمل السنة الثالثة على التوالي أنا دخلت في المصابقة دي لمدة ثلاث سنين السنة الأولى كنت أنا البنت الوحيدة المشاركة ومقابل تسع أولاد دي كانت حاجة كويسة جداً وكنت مبسوطة وكنت تحسن أن أنا فخورة جداً وأنا وقفة وسط التسعة أن أنا كمان أخذت مركز أول والدتي كانت وقفة جنبي وبتدعمني وبتقولي استمري وأنا في ظهرك واللي أنت عايزة تكمليه أخويا طبعاً زي وزي أي رجل شرقي لا كان رافض المجال في الأول مش هتقداري تتعاملي في المجال ده المجال ده صعب جداً عليكي كبنت وانت هتحتكب بالشباب بس في المهنة دي بس بعد كده واحدة وحدة بدأت أقنعه وبدأ هو متقابل الفكرة وبدأ يشجعني أن أنا أستمر فيه بتمنى إيه الفترة الجاية بتمنى حاجات كثير جداً أولها النظرة المجتمعية للتعليم الفني تتغير مش معنى أن ده طالب تعليم فني أو خريج تعليم فني إن هو دون المستوى لا بالعكس خالص البلد أصلا مش هتتقدم غير بالصناعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر